يعد محرك الاحتراق الداخلي ذو المكابس المتقابلة تصميما ثوريا يعالج المشكلات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل النظيف اليوم إنه محرك منخفض التكلفة وعالي الكفاءة يوفر الوقود ويقلل من الانبعاثات ويقلل من تكاليف الصناعة تم اختبار هذه المحركات على نطاق واسع وأظهرت تحسينات كبيرة في الكفاءة والانبعاثات مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي التقليلية هذا المحرك هو خطوة مهمة إلى الأمام في معالجة أزمة الطاقة العالمية وحماية البيئة وهو اختراع من شأنه أن يساعد الصناعة على النمو بأمراض أقل الناتجة عن تلوث البيئي ويمكن القول إن هذه المحركات هي الأفضل على الإطلاق للطائرات المسيرة والمعدات العسكرية والثابتة مثل طاغطات الهواء والمولدات وما شابه وكافة الصناعات والآليات العسكرية على الإطلاق أما كيفية عمل هذا المحرك فهو لا يحتاج إلى تلك القطعة التي يحتاجها محرك الاحتراق الداخلي التقليلي هو فقط عبارة عن المكابس وعامود الكامة والأدرع فقط ولا يحتاج إلى عامود الكامات والصبابات أو الصمامات والنوابض ومنحقاتها ما يعزز من زيادة الكفاءة والتخفيف والتقليل من الانبعاثات الضارة والتي تتسبب في الأمراض أو بالأحراب كثيرا من الأمراض ويعتبر خفيف الوزن وصغير الحجم ولا يأخذ مساحات كبيرة لا داعي لها في المعدات والآليات كافة هذا المحرك هو نفس الأشواب تقريبا طول الشوض أو القياسات العاملة ويدفع القطعة المتحركة باستقامة دون ميلان ما يسبب في تآكل المحركات وتكلفة الباهظة للصيانة يمكن القول أنه ثوري فعلا